السلام عليكم أرزائي التلاميذة مرحبا من الجديد اليوم نجملككم الإطار المرجعي الخاص بمادة S-VT في نفس الوقت نقول لكم على ما نتركزوا بالنسبة للمسيح الجهوي لا بالنسبة للمسيح العام ولا بالنسبة للمسيح الخيار الفرنسية نقول لكم على ما نتركزوا ونسبة الأهمية لكل المجال وفي نفس الوقت نحاول للمراجعة ما نطلب منك هو أنك تبع معي حتى الآخر دقيقة لكي ترى الأمور التي تركز عليهم في مادة S-VT نبدأ على بركة الله هناك قادر ريفرانسي يطال المرجعي S-VT الخيار الفرنسية كما قلت لكم نتكلم باللغة العربية نبدأ على بركة الله بالنسبة للمسيح الذي ستختبرون فيهم لدينا المسيح الأمور وضائف الربط سيعتبرون ما بين ثمانية حتى الثلاثة المحاور التي تركز في السيستام نيروي يعني S-Sensibilité Conscient مدخسيتي Volontaire مدخسيتي Involontaire صفحي؟ مدى مدى النسالة نخل لكم هذا الفشيات التللشارجية في الخانة دي الوصف لدينا S-Sensibilité Conscient مدخسيتي Volontaire وعندكم مدخسيتي Involontaire نتكلم بذي يعطوه ما بين ثمانية وثناشة إلي هذا المجال أعطوه ثمانية المجال التانية يعتوه ثمانية اللي هو دي المناعة وإلي أعطوه لهذا ثمانية المجال الثاني يعطوه 8 من المناعة والجاراتيم أيضاً نريد أن نتكلم عن سيستام الإغذاء وقاية الجهاز العصابي لدينا سيستام الإشكالي خاصية العضلاء الهيكالية البنية العضلة الهيكالية ومتطلبات التقلص العضلي وشخصها هذه العضلة لتقلص لدينا سيستام الإشكالي الأمراض التي تهدي الجهاز العضلي وكيفية الوقاية منها الثاني المجال الثاني وهو الإيمينولوجي ديال المناعة يقدروا يعطوه ما بين ثمانية حتى التناشة النقطة شاهدوا هذا المجال في الميكروب دو قد نعطوكم التفصيل والشاكين فيه الميكروب المناعة الطبيعية الغير النوعية وعندنا المناعة المكتسبة النوعية هذا المناعة الطبيعية المناعة المكتسبة بمسلاكيها الخلطي والخلاوي إموغال إي سيلولار لدينا أيضا المجال الدسفونكسيونمون دي سيستام إيمينوتر الترابة ديال الجهاز المناعي بما فيها الالرغي والسيدة لدينا الوقاية الصحة في مخص الجهاز التنسولي يعني الأمراض المنقولة جنسيا التي تكلمنا عليها في الدرس وكيفية الوقاية منها وعندنا المشاكل المناعي المتعلقة بتحقن ديالدم هذا من المجالات اللغة التي تختبروا فيها بالنسبة للدرس لدينا درس الدرس كامل ديال الجهاز العصابي والدرس كامل ديال اليمينولوجي الدرس كامل بالإضافة لدى الفيشي بالإضافة للملخاصة البلايليس ديال الملخاصة ديال المفاهيم الأساسية اللي خسني نضبط بالنسبة للسنسيبليتي كونسيونت خسني نكون عارف الرسيبتور السنسوريال المستقبلات الحسية نفهم ديالاليف العصابي الحسي البنية ديالالنوران اللي هو العصبان لانيسانس يعني فيكات نشأ السورة العصابية الحسية نعرف البنية ديالالانصيفة الدماغ منش كي تكون تموضع الباحات الحسية والمصار ديالالسويل العصبية الحسية لذلك هكذا كامل رسيبتور هذاelnبردس هذون بعض الأسئلات التي تضع قومينة الحصائية عصبية هذون بعض الأسئلة التي تضع كذلك ديالالما المتخصية الحراكة الأيراضية نعرف منذ تبع المتخص الباحة الحركية المتخصية المتخصية منعش كي تكون نسيج العصابي الشام الخلوية والألياف المفهمة للسلون النغوز والمعصار العصابي الحركي هذا الشيء كامل يجب أن نضغب ننتقل الحركة العائرة الريفليكس وميدولير يعكس الشوكي كمثال يجب أن نعرف الانعكاس و العناصر المتدخلة فيها و الضور كل العنصر يجب أن نعرف أيضا الضور السينابس و الشكل في السينابس و البنية للنخاء الشوكي و المفهمة للقوس الانعكاس لاحق الريفليكس هذا الشيء كامل يجب أن نضابط هذه المفاهمة بالنسبة للسلون النغوز يجب أن نعرف بعض الأخطار التي تهدي الجهاز العصابي مثل الصغارات الألخول والضوء المخلفات و النتائج على الجهاز العصابي و كل مزر بعد السؤال للوقاية نعرف هذه الأمراض أيضا بالنسبة للجهاز العضلي نعرف الدور الهيكالية في المفاومة في الحركة نعرف أيضا المفاومة المفاومة في المفاومة المفاومة والخاصية للعضلة الهيكالية يجب أن نعرفهم والمفاومة والمفاومة أيضا المفاومة المفاومة والمفاومة المفاومة والمفاومة لتقلص العضلي بما فيهم لتنتج الطاقة ونعرف بعض الأخطار التي تهدد الجهاز العضلي والسبب الوقاية منها سأخبركم هذه المفاومة وحاولوا تقرأوا هذه المفاومة التي تخدمكم تضبطهم في وقاية الجهاز العضلي لكي لا تكترون الكثير نزول إلى المفاومة 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 لكن أن أخبركم قائمة أن تتقوم بذلك المفاومات المفاومة و هو المفاومة 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 حذرا المفاومة المفاومة المفاومات المفاومة وعلى اللغة العضلي ولأني في مفاومات الأصل поработ Jung النافع. الخاصية الميكروبات الممرضة. ستكون عارفين ذلك الخاصية بربعة كاملة. عندما انتخلوا المناعة الطبيعية تكونوا عارفين البغيار اللي كانين الحواجز اللي كانين الدور ديالهم تكونوا عارفين الاعراض ديالها وتكونوا عارفين الفاقوسيتوز والمراحل ديالها والخلايا المتدخلة فيها البلعامة. هندي نتقلوا المناعة المكتسبة النوعية. تكون عارفين الفاقوس كتتستعمل المثلك الخلطي. هناك نتكلم على اللينفوية بي. اللي كتتحول بلازموسيت كتفرز لزانتيكو. نكون عارف الكاركتيريستيك ديالها الخاصية ديالها. يعني النوعية عندها ذاكيرة مناعية اتساتيها. ذو الخاصائص بربعة تكونوا عارفينهم. ونكون عارف ايضا فوقاش نخدم نتكلم على تدخل ديال اللينفوية اللي كتخضي على الخلية المعفنة. ونكون عارف ايش من حالات كتدخل. والخاصائص ديالها المناعة هذه. ايضا مفهم ديال. صافي? ونكون عارف لزورغان اللينفوية. العضاء اللي كتشكل الجهاز اللينفاوي والجهاز المناعي. لزورغان دو ستوكاج. لزورغان دو بروديكشن. خصي نكون العارفهم لديال. دور دياله على ليتخل ديال لينفويتوسيس بيوتاي. تكونوا عارفينهم. در شي كامل كتن لكم. رغى ث identifying اوح. في مرخص. ل sat subscription. الله ده لكم. ايضا طبع مفهم دل تعاون الخلاوي. ما بين الخلايا المناعية. تكونوا عارفين كيفاش ندعمو الجهاز المناعي فيما يخص تقنيات ديال العلاج والتقنيات الوقاية هذا كما قلت لكم هنا النوعية للأسئلة الممكن تحطفها في هذه المجالات السيرو تيرابي هي الاستمسال تقنية علاجية كيوراتيف تقنية تقنية التقنية والانتيزيبس اثناء هذا الكامل تحطفها في التقنية بعد المشاكل للجهاز المناعي الزاليرجي تكونوا عارفين كما هو أنواع الحساسيات الممكن يعني منها الشخص الغراجيات الزاليرجين المؤرجات اللي كتسبب هات الحساسية الضور ديال المصطوسيت الخلايا البدينة اللي كتحتوي على الاستامين وهنا كنتكلم على الزاليرجين اللي كيدخل في هاد النوع ديال المناع الأراجية فوما هدي اللي كيفرز اللي اي جي او هما الليمفاوية بي مبعد مما كيتحول البلازموسيت صافي وهنا نكون عارف عالتين السيدة اللي كسببها هو فيروس ديال ونكون عارف المراحل اللي كيدوز منها السيدة باش كييقضي على الليمفاوية التربعة وكييقضي على المناع المكتسرة ديستخيكشون ديال الميليوتي عكيز كيفاش كنتاخل السيدة الفيروس ديال السيدة والطرق ديال وقاية منها هنا كنوا عارفين بعض الامراض اللي كتسب كتصيب الجهاز التناسولي والحتياطات اللي خستين أخذ باش نتفادى هاد الامراض هالي يعني فاصائل الدموية A B A B O شكل يقدر يأعطي الاخر شكل يقدر يستقبل كانت كليم هنا الو دونر ديال لصن عامل ريزيس راش بليس راش مواء والشروط ديال كتحاقون ديال الدم كام هاد الشي راني شرحته في الدرس اللي ديال لكم تلقا في الخانة ديال الوصف ما كنتش لكم هاد يخلي لكم الإطار المرجعي لا بالنسبة اللغة العربية ولا بالنسبة اللغة الفرنسية تلقا وفل ديال سيخيبز قرأ مزيان دك الشي الى اللقاء ونتلاقو في حلقات مقبلة باش نديرو امتيحانات جريبية نخدمو عليهم بحول الله